موسيقى السلام عليكم بعدها رمضان كريم عليكم باشمت منيت ان شاء الله بصحة والسلامة والعشية أنا بصراحة كنت كنت توقع نجاح نجاح مسلسل بحيث انه كانوا مجموعين في بزاف دي المقويمات لخليه المسلسل ينجح لمن انتاج لمن اخراج لمنطقة تقني ولا الفني وممتلين في المستوى اللي ختمت معهم نجاح يعني الدور للطيب هذا بالحق الصراحة كالمفجأة يعني ما انتظرت انه سيجد ويقع هذا الإعجاب ويقع ويقع السيدات بحقا كانت مفاجأة كبيرة لما عرفتش لانا باقي ما عرفتش نتعامل معها ردود الأفعال دياله ماهو اوه يمكن ان اجد هذا الصداء مفاجئ لانا لاحظنا انسان او الرجل المغربي اوه بعد شوي على الاخلاق والدين لانا شاعد اخضر انهو داباو اللينا ملاهين بزاف ديال الحويج وهاش ديال العولاماته هو مساعدش افون ما كانش هادش بزاف الانسان عنده تلفازة وهو تلفازة الانترنت تلفازة 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 اخبار تلفازة الانسان تعمل بزاف انهو بدأت يبعد شوية وهذه من جهة انهو مكرهناج الانسان وخام حنا كلمتاو عبد ضعيف قابلوا يغلطون يقدروا نميز اخضر العمرانة ونبتعول قبل ارداء حالي الانسان انهو مفتع بزاف الاخلاق الدين والمعاملة حالي لانا نحن مجتمع لانا عندما نتعايش مباشر الاخلاق والدين والتعامل الراجل لا يوجد النظر في المعاملة مع الزوجة هذه من بين الحوايج التي يجعل الناس يتبعوا هذا المسلسل أو هذا الدور للطيب لأن تأثيرات الخارجية يكترون أن الرجل أو يتعامل المرض بشيء منافس بشيء غير هوا كين وصافي نحن عايشين مع بعضياتنا لا يوجد المعاملة مع الزوجة تجعل المودة والحب تجعل الإنسان يشعر بشيء الزوج الذي يحتاج له لا يوجد عشرة إلا أن تتحك و تتحني لا يوجد أن تتعامل ما هو الضوء؟ لا لا يوجد أن تتعامل لا لا يوجد أن تتعامل لا يوجد أن تتعامل لا يوجد أن تتعامل لذلك أعتقد أن المرأة المغربية عاني بشيء بشيء كبير في انتقاء و لكي تجعل راحتها مع الرجل من المشاهدة قد تتعامل مجزعة مجزعة على الإنسان على المستشفى لأنه مجزعة بشيء من المشاهدة لأنه مجزعة في المشاهدة أو الفراجة يريد أن يرى شيء صادق يجب أن تلعب طيب، يجب أن تلعب شرير يجب أن تلقي نجاح هائل مع أنه ليس طيب يجب أن تكون الأعمال صادقة وزوينة وقصة زوينة يجب أن تلعب أدوارهم جيدا ولكن لا تتبع القصة للحادث أو دراما، أو رومانسيا، أو أكسيون ويجب أن تلعب أدوارهم يجب أن يتبعوا ونساهم المشاكل في الحياة أنا شخصياً أدخلوا في الفيلم أنا أدخل في الفيلم ويجب أن أتبعوا من جديد لماذا أتبعوا في شيء صادق ونساهم المشاكل يجب أن تنسى المشاكل في الفترة الزمنية سواء في الفيلم أو مسلسل سواء في يجب أن يكون تفاني في العمل سيناريو صادق ومخرج ضابط المسائل والتكنيسيين والكوسيوم والميك أب والممثيل يجب أن يكون لا يمكن أن يتبع المشاهد وإذا تبعوا مشاهدون تتبعوا أشياء المشاكل وأن تكون قدر من المشاكل والأشياء وأيضا عن حياتكم فإن تبقى الغدوات أو يجب أن يجب أن تسهل يجب أن يتعطون اللي في الفترة الزمن سواء في هذا النوع لكن يجب أن يتعطون يجب أن يتبع المشاكل وإذا يجب أن تبقي الإنسان المشاكل أوجه التشابع للطيب مع منصور شيء قليلا في الحقيقة الحمد لله دينيا تقريبا تعامل يعني إنسان حدودي شوية الحمد لله والدينا ربونا مزيان الحمد لله وتعاملوا مزيان مع الناس أنا بخصون جو سيكون لكي تصنط بزاف جو سيكون لكي عندو شيء مشكل أو شيء حاجة سيبتو في الإقرابي والأصدقاء وذلك شيء يقصدوني اللي عندو شيء مشكل يجي عندي لكي نقش مع هذا الموضوع والقوله الحل هذه الميزات اللي معروف بها عند الأصدقاء منصور رياضي طيب ماشي بزاف ولو قيلة ماشي رياضي طيب كي عرفي طيب أنا ما كان عرفش أنا عزيز عليها الرياضة بشكل كبير ونطعم الرقص نطعم ألعاب المائية دوز بزاف ديالي سبورانا أكواتيك والطيب كان قرع وأنا باقي ما اجربت حتى تصليعها واش غا تجي معي كان منصورة ما غا تجيش واش كنت كانت هذا الدور لا صراحة لا لأنه أنا معمولي ما فكرت أنني نقلب على شي حاجة لي تشهرني ولا أنا الشهرة والنجومية يعني بصراحة أنا قاعد أدوار بما فيهم طيب ولا أول دور اللي عبتوا في حياتي يعني نفس الإحساس أنا إن فوتنسمع أكسيو تنكون في قمة السعادة حتى اللحظة ديالكوبي قاعد أدوار تحت فيهم ونحس لأن كندير هذك شي تن بحل قلتي سعادة ديالي هو أنني نصور سواء الدور صغير أو الدور كبير أو أنه ندير شي دور بشي يشهرني ما كان هذا عندي نهائيا عمرو ما كان عندي هذا أبجيكيف لما أنا من نوع ديالإنسان اللي عنده شديد في الحياة كان نعيش اللحظة وكان نعيش اللحظة يعني على أحسن وجه ممكن وصعفي يعني واش كنت سننا ما كنت سننا لا ما ما كنت سننا أنا تنسى تمتع بالمهنة ديالي ما تنتسنهاش تعطيني شي حاجة خلتيني ما تقول ما أنا عرفت سألة غريبة شوية ولكن رأى ناحت واخد شي قرارات في حياتي ليخلوني أن من المقاش ما كان ما كان سننا ما كان سننا شي حاجة جيني باش ما نتصدمش لبا بقعوا لي سادامات ضوك ما بقيتش كان نعطي الله فرصة في نتصدم إلا بقيتك تسننا شي حاجة ومجاتش عندها عندها قطرة خيب علي اللغم ما نتصنعها تحلوا أبواب ما كان نتصنع لما كان لقد عشت حياتي ومجاتي كانت ومجاتي ومجاتي لن أقول كانت لك لكي نتحدث مجد من نوع لما نتصنع إلا لكي من لن تؤثر من بعد جائحة كورونا الصراحة لم أجدتها أضطر عليها بالأخص نفسيا أنا أحد الإنسان الذي شبه في الحياة الذي تغيير هو أنه فعلا خدمة كانت نقصة شوية مادي الناس اضطرات شوية بما فهم أنا ولكن أنا الفقر لم أتطرش فيها كان لا يكون لدي زمال فلوس لا تنحش بشي حاجة نقصاني أتعايش مع الوضع والحمد لله والحمد لله أمور دازت بالنسبة 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 لا تبدلت بالنسبة الحياة ولكن فعلا الناس تتراتب هذا الجائحة الكورونا والفنانين أنا سورته الناس يتخدمون بالليل والموسيقيين بالنسبة المسائل لم يحاول أن تتخدم قرار جماعي بالنسبة لكل ما سيستطيع رئيس الناس لديهم عمل يومي مدخل يومي ما صعب بشوية ولكن الحمد لله كما كالحال يكفز من شيء وحسن من شيء والمغرب يعني الحمد لله أنا كنظن بأن الشعب ديالو شعب عنده واحد لعونته وأنه ما ما تصابش بحل باقي الدول لتأطره بشكل كبير بهد الجائحة والحمد لله المشاريع المقبلة بالنسبة كانت السعب بكين والصراحة ما زال ما ينتشي الاتصال ما زال ما ينتشي مشروع لأن الوضعية بشوية صعبة هي أصلا كانت بحلقة تقريبا بحلقة وأنه تنخدمه غير لرمدان يعني ما زال لدينا المشكلة هذا الفينومين هذا ما 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 أحب هذا يتكون نخدمه على طول العام ولكن نبدأ بعض الأعمال التي أداره وسط السنة و هذا أنا أظن أن نرى هذه برسكور نجمع كل في المدان لا نستطيع نعمل كل و هذه خدمة الزرباء غالبا لا تؤثر و نتمنى الجائحة إن شاء الله تكون تدوز في أقرب وقت ونعود النظر في طريقة العمل والشغال ونحاول ندير مشاريع لطول السنة ويكون مصوب إن شاء الله أما بالنسبة للمشاريع أنا ما زال مكينة منصر بدرية رياضية كنت صغير كان الوليد مراتي تحاول يوجهني لشي رياضة وفي الأخير قدرت 16 عام عدت السباحة لم يكن صغير كبير وشارف وأن كنا كنا ساكن إذا نقول أن المسؤولين وأن الشباب إذا كانت تلاحين في الرياضة يجب العمل كما كان الملاعب القرب ومسابح القرب يجب و이 Bliss ومسابح القرب فقط ن يجب إذا أرد أن الرابع من أن أصبح حال مؤسس المتعلم كان يترى صراحة كانت الوطنية لم يدك شي على مستوى عالي في عامين الأولى اديت بطولة دي للمغرير وأول بطولة دي للي كانت ديتها وانا عندي 18 عام وبقيت كانت دي في الألقاب والميداليات على صعيد الوطني من تقريب نقول 88 حتى الـ 97 تقريباً ما يفوق 80 لقب البطل المغرب في السباحة وفي نفس الوقت كانت نعب كرة الماء مع الفريق دي للي ومع الفريق الوطني وتعيي كانت تجربة زوينة بزاف لأنه لع المستوى الوطني ومع المستوى الدولي ومع الفريق اللاجه مع الكبره ومع اليجور لان سباحة لم يمكنه يبقى دي في أوج العطاء دي للي تاجهت إلى رياضات الخريم هذا حالياً تلعب الكورة كثيراً ويقوم بعمل طريق فتنس ويقوم بعمل طريق القلب ويقوم بعمل طريق الرقص هذا من الرياضات التي اكتشفت مؤخرين ويقوم بعمل طريق العالمية ويقوم بعمل طريق العالمية ويقوم بعمل طريق العالمية ويقوم بعمل طريق العالمية لا أعلم أني لدي تقافة انجليزية في الانجليزية ولكن لدي واحد الفاصلية لديها ويقوم بعملها في بعض الأعمال الأجنبية التي كنت تفعلها ويقوم بعمل طريق العالمية ويقوم بعمل طريق العالمية ويقوم بعمل طريق العالمية ويقوم بعمل طريق العالمية رمضان عندي انا يعني بسيط جداً كان حاول نصلي في الوقت كانت منى نكمل السين حزب ربي عديم زيان والله يتقبل منا الصيام والفطور ضروري يجب ان نفطر مع الوالدين ديالي مثلا بيش نخللهم يفطروا بوحدهم وكان حاول نرجع فقط يعني قمي يشدوني البراج وكانت منى هذا رمضان يدوز على احسن ما يكون بالنسبة لكم والله يتقبل منا ومنكم الصيام الصراحة انا ويدادي وطيب رجاوي وضيوغ ما عنديش مشكل في هذه المسألة يعني اقرب الاصدقاء ديالي رجاويين والحاج صاحبي رجاوي يعني بالعكس اندي علاقة زوينة مع والاغلبية يجد نشوف الاغلبية في صحابي رجاويين ولكن هنا ويداديين عائلة وكل شيء قرأ منار طيب كدو معكم ويقول لكم إنه ممتع منار إنه محقا بك ويغضرمك وضفحك فجائة ويستطيع التحليم ومشيش بك 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 جميع المسألة ترجمة نانسي اشتركوا في القناة